الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله وبعد مع الآية الكريمة من سورة التحريم من الآية الأولى إلى الآية الثالثة في هذه الآية الكريمة عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عما أحله الله تبارك وتعالى له شرب العسل أو الاستمتاع بسريته مارية الكبطية ومشروعية كفارة اليتيم والآن مع شرح الآيات الكريمة سورة التحريم من مقاصدها الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله عز وجل وتقديم مرضاته وحده التفسير قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها الرسول لما تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك مارية تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرنا منها والله غفور لك رحيم بك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد شرع الله جل وعلا لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم سبحانه جل وعلا وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم الحكيم في شرعه وقدره وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها بالخبر وأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن إفشاء سري عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض فسألت من أخبرك هذا قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل ما خفي سبحانه جل وعلا يستفاد من الآيات الكريمة مشروعية الكفارة عن اليمين مشروعية الكفارة عن اليمين كذلك في هذه الآيات الكريمة من اللمسات البيانية في الآية الثالثة عرف بعضه وأعرض عن بعض لا داعي أن تعاتب على كل تفاصيل القصة العظماء لا يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم من العظماء لا داعي أن تعاتب على كل تفاصيل القصة يعني موضوع أو شيء حصل لا داعي أن تعاتب على كل نقطة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض أو ربما اهتم بالأهم صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأهم لا داعي أن تعاتب على كل تفاصيل القصة العظماء لا يفعلون ذلك والآن مع التجويد في الآيات الكريمة يا أيها الأحكام هنا في هذه الكريمة فيها حكم مد جائز منفصل هي أصلها يا نداء وبعدين أيها يا أيها الحكم هنا المد بمقدار أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية وحركتين من طريق طيبة الناشرة لأن هذا المد مد جائز منفصل يمد مقدار أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية النبي تبدأ فيها بهمزة وصل وصل الكلام لا تنفق ويبدأ بها بالفتح اللام شمسية مضغمة في النون المشددة مع الفتح مع الغنى في النون وغنى ميما ثم نون شددة وسمي كل حرف غنة بادة وليأ كذلك مشددة نهتم بالحرف المشددة النبي نصل بما قبلها يا أيها النبي طب لو هنأف عليها يا أيها النبي هكذا ونكتفي بما ذكرته من أحكام والآن مع تكرار الآية الكريمة مع أداب التكرار الأربع وهي ضعي أصبعك على الكلمة اكرأ بصوت مسموع انظر إلى الآيات تفكر في الآية الكريمة في حال التكرار بنية التدبر والتكرار مفتاح من مفاتيح التدبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير شكرا 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 .